يوم بطعم مختلف نساء الحوض الغربي يحتفين بالثامن من مارس وسط هذا الحضور انطلقت بقاعة الاجتماعات بولاة الحوض الغربي الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة مناسبة شكلت فرصة لاستعراض ما تحقق للمرأة في ظل جهود التمكين الاقتصادي والتنموي بخصوص تمكين المرأة فقد عرفت ولايتنا في الوتر الماضية عدة تدخلات مهمة لصالح النساء نذكر من أهمها تكوينات لصالح 625 مرأة في مختلف الأنشطة المدرنة للدخل في منطقة تدخل مشروع تمكين المرأة سود مولا من طرف المشروع توزيع قروض ميسرة على التعاونيات النسوية وبضية تحرير جزء من وقت المرأة وتنشئة اجتماعية سليمة لأطفالها واصلت الدولة سياستها الرامية إلى تعزيز البنى التحتية للتعليم ما قبل المدرسي من خلال إنشاء وترميم وتجهيز حسرات رياض الأطفال في ربوع الوطن وبالنسبة لولايتنا فقد تم تحويل 7 مربيات من طرف الوزارة لصالح الإدارة الجوية وتفعيل روضة العيون والطينطان تفعيل الطاولة الجوية لحماية الأطفال بولاية الحضر أربي عمدة بلدية العيون أكد أهمية هذا التخليد الذي يأتي في وجه عدد من التحديات خاصة للمرأة بالريف أترف في البداية أن أشارك المرأة العيونية والمرأة الموليتارية بشكل عام والحوضية عيدها الدولي الثامن من مارس الذي ينظم هذا العام تحت شعار تمكين المرأة سبيل لترقية الأسرة والمجتمع وهو عنوان يمثل حقيقة ويسطر حكما نهائيا نافذا وهو أنه لا سبيل إلى رقي أي مجتمع ولا إلى تنميته إلا بمشاركة المرأة نظرا لمكانتها ونظرا لقدرتها على التأذير المباشر والتأذير غير المباشر أما المديرة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالحوض الغربي فقد استعرضت برامج قطاعها على المستوى المحلي أولا في مجال الحماية الاجتماعية تقوم بمتابعة مرضى الفشل الكلوي والأطفال المتعدد لعاقة ومساعدة الأشخاص صوي لعاقة بالحصول على بطاقة معاق ذانيا في محور الأسرة والنوع تقوم الإدارة بالإشراف على التكوينات وتسوية النزاعات الوسرية عن طريق الوساطة الاجتماعية ومتابعة نشاطات المنصة المتعددة للقطاعات لمحاربة العنف المبنية على النوع والتوزيع بعض القروض الميسرة على التعاونيات النسوية وعلى همش هذه التلاهرة تم تسلم مساعدات ومبالغ نقدية للنساء ولو الاحتياجات الخاصة